أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا حول ابطال الرؤية حيث إن بعض من يتسمى بالمسلمين أولا اتبعوا اليهود والنصارى في زعم أن الله سبحانه وتعالى يرى وبعضهم زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى الله سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج تعالى الله عما يقولون وبعضهم زعم أن المؤمنين أجمع يرون الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة كما يرى البادر في ليلة تمامه وكماله وحيث إن هذه العقيدة تتعارض مع القرآن الكريم ومع العاقل لذلك بيّن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بطلان الرؤية وأن الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى من أن يرى وهناك روايات موضوعة روتها الحشوية وبعض العامة الآخرين في كتبهم الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي نتلوه الآن يبين تعارض هذه الروايات مع القرآن الكريم وكل رواية تعارضت مع القرآن الكريم فهي زخرف وهي باطل لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك في هذه الأمة القرآن وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ففي أي مكان حدث تعارض بين القرآن وبين كلام كان ذلك الكلام باطلا وكذلك أي رأي تصادم مع ما بينه أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهو رأي باطل بصريح حديث الثقلين في هذه الرواية الثانية من باب ابطال الرؤية من كتاب الكافي الشريف يسأل أبو قره وهو من العامة وكان قاضيا وكان محدثا يروي الروايات هذا سأل صفوان ابن يحيى وكان من خاصة أصحاب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وهو من الثقات الأجلاء الذين اتفقت الشيعة على أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقه فأبو قره سأل صفوان ابن يحيى أن يدخله على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الإمام الرضا لعله كان في وقت كان فيه الإمام وليا للعهد وكما هو معلوم أن وعاظ الصلاطين يحاولون التقرب إلى الصلاطين وحيث إنه في الظاهر كان الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وليا للعهد فكان أبناء الدنيا يحاولون التقرب إليه من هذه الزاوية زعما منهم أنه سيكون الخليفة في المستقبل فلكي يكون لهم موطئ قدم ثابت عنده وليحافظوا على مصالحهم في حين أن المؤمنين هم يتوجهون إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام سواء كان الأئمة في شدة أم في رخاء ويتمسكون بالأئمة عملا بوصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله سواء كان الأئمة في الحكم أو في خارج الحكم كانوا في أمان أو كانوا مطاردين من قبل السلطات الجائرة لأن المؤمنين لا يطلبون الدنيا وإنما يطلبون الآخرة فإن اجتمعت الدنيا مع الآخرة فبها ونعمت ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإن افترقت الدنيا عن الآخرة تمسكوا بالآخرة ورجحوها على الدنيا فعلى كل حال أبو قرى المحدث سأل صفوان ابن يحيى لكي يدخله على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام فاستأذن له ودخل على الإمام وسأله عن مسائل من الحلال والحرام والأحكام ثم بدأ في السؤال عن مسائل التوحيد أبو قرى كان محدثا فقال إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين فقسم الكلام لموسى ولمحمد الرؤية صلى الله عليه وآله وكلم الله موسى تكليما الله كلم موسى كلام الله لموسى كان ولكن ولكن الرؤية لمحمد بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى الله سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج وهذا ما هو موجود في بعض الروايات العامة طبعا بعض الروايات الصحيحة عندهم كما في رواية يرويها مسلم وسنشير إليها في كتابه الصحيح عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرى الله سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج فذكر هذه الرواية أبو قرى الإمام عليه الصلاة والسلام بيّن بطلان هذه الرواية وتعارضها مع القرآن الكريم فأولا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار إدراك البصر بأي معنى عندما نقول أدركته ببصري حينما نقول أدركته ببصري معنى رأيته الآية تقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا يمكن لأبصار الناس وغير الناس أن تدرك الله يعني أن تراه ليس المعنى الوصول إلى معرفة الله لأن المعرفة ليست عملا للعين وإنما المعرفة عمل للقلب ليس المعنى التقارن المكاني بين العين وبين الله لأنه لا يعبر عن ذلك بأدركته ببصري أو لم أدركه ببصري وإنما يقول لم أصل إليه أو لم أدركه بجسمي أما إذا قيد الإدراك بالبصر فأي شخص يجيد اللغة العربية بل يعرف اللغة العربية معرفة بدائية يقول أدركته ببصري أي رأيته هذا هو المعنى المتبادر من هذه الكلمة لا تدركه الأبصار نعم إذا الإدراك لم يقيد بالبصر تقول أدركت زيدا يعني وصلت إليه كما أن أصحاب موسى قالوا لموسى حينما وصلوا إلى البحر فرأوا البحر أمامهم وفرعون بجنوده خلفهم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون هنا لم يقول لمدركون بالبصر وإنما قالوا لمدركون بشكل مطلق يعني فرعون بجنوده سيصلون إلينا وسيعتقلوننا لكن إذا قيد الإدراك بالبصر فهو بمعنى الرؤية لا تدركه الأبصار هذه آية قرآنية محكمة تدل على أن الأبصار لا يمكن أن ترى الله سبحانه وتعالى ثم هناك آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما في سورة طه الآية 110 ولا يحيطون به علما الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد أن يحيط به من جهة العلم زيانين لا يمكن أن تحيط بحقيقة الله سبحانه وتعالى إذا رأيت شيئا فقد أحضت به لأنه أقوى درجة في معلومات الإنسان المعرفة بالإحساس يعني أنت قد تسمع بوجود مدينة في شرق الأرض أو غربها وقد ترى هذه المدينة بعينك وقد تدخل في هذه المدينة الرؤية البصرية هي أعلى درجات المعرفة والمحسوسات من أعلى درجات المعرفة بالنسبة إلى الإنسان إذا قيست إلى غير المحسوسات أو إذا قيست إلى ما لا يحسه الإنسان ولذلك في اليقين يقولون أن اليقين على درجات مرة أنت تسمع بوجود جسم لطيف هذا يحرق هذا علم اليقين مرة ترى النار بعينك هذا حق اليقين وحق اليقين درجة فوق درجة علم اليقين ولو أن كليهما يقين واليقين لا درجات له لأن اليقين هو مئة في المئة مئة في المئة لا درجات لها ولكن باعتبار المنشأ وباعتبار قوة ثبات هذا اليقين وعدم زوالة بالتشكيكات تكون هناك درجات وإذا الإنسان رأى شيئا فأي تشكيك لا يزيل يقينه بذلك الشيء إذا سمع بشيء قد التشكيكات تؤثر فيه أما الرؤية إذا رأى شيئا لا تؤثر التشكيكات فيه فبالنتيجة رؤية شيئا هذه من أعلى درجات المعرفة زين إذا الناس يرون الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك إنهم قد أحاطوا به علما والقرآن يقول ولا يحيطون به علما إذن هذه الرواية التي تقول إن الرسول صلى الله عليه وآله رأى الله سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج رواية تعارض القرآن وأيضا الروايات التي تقول إن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في القيامة هذه تعارض هذه الآيات القرآنية أضف إلى ذلك آية ثالثة وهي من الآيات المحكمة في القرآن ليس كمثله شيء لا يوجد شيء مثل الله سبحانه وتعالى وهؤلاء المجسمة يقولون إن الله سبحانه وتعالى رؤية ويرى بصورة بشر بشكل بشر إذاك رؤية بصورة بشر وبشكل بشر صار مثله شيء والآية تقول ليس كمثله شيء ولذلك الآيات الأخرى التي قد يتوهم منها التجسيم أو الرؤية تلك من الآيات المتشابهة التي هذه الآيات المحكمة المرجع يجب أن ترجع تلك الآيات إلى هذه الآيات مثلا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرح إلى ربها ناظرح هنا إلى ربها ناظرح قد يتوهم شخص بأنها ترى الله سبحانه وتعالى لكن هذه آية من الآيات المتشابهة لماذا؟ لأنه الآية التي تقول لا تدركه الأبصار هي الآية المحكمة لا يحيطون به علما هي الآية المحكمة ليس كمثله شيء هي الآية المحكمة فإلى ربها ناظرح آية متشابهة لفهم معناها يجب تأويلها وإرجاعها إلى تلك الآيات المحكمة كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إذن تأويل هذه الآية بالمراجعة إلى سائر الآيات القرآنية وبالمراجعة إلى الراسخين في العلم وهم الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام فإذن الروايات التي تدل على الرؤية تتعارض مع هذه الآيات وهناك آيات أخرى متشابهة ترجع إلى هذه الآيات لنعرف تأويلها مثلا الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى له عين تجري بأعيننا هذا ليس معناه أن لله عين وأن هذه السفينة سفينة نوح تجري والله سبحانه وتعالى بعين ينظر إليها لأنه إضافة إلى الإشكال العقلي في وجود الله سبحانه وتعالى بأجزاء أن يكون لله أجزاء هذه الآية إصطلاح بلاغي والقرآن أبلغ الكلام عندما تقول تجري بأعيننا يعني برعايتنا برحمتنا كما أنه نحن نقول لشخص مثلا ضع عينك علينا أو إصطلاح اللهجة الدارجة خلي عينك علينا يعني إرعانا الآية تقول تجري بأعيننا يعني برعايتنا أو تلك الآية والسماء بنيناها بأيد هذا ليس بمعنى أن لله أيدي كأيدينا مثلا وإنما بمعنى بقدرتنا لأن القدرة يعبر عنها باليد ويعبر عنها باليدين ويعبر عنها بالأيدي ولذلك في آية أخرى يقول لما خلقت بيدي هل هناك تناقض بين هذه الآية التي تقول لما خلقت بيدي وتلك الآية التي تقول والسماء بنيناها بأيد وأيد جمع اليد وأقل الجمع ثلاثة هل هناك تعارض بينها كلا لماذا لأن الإصطلاح باليد باليدين بالأيدي هذا إصطلاح ومجاز وعبارة بلاغية يراد بها القدرة والقرآن ألقي إلى العرب بلسان عربي مبين فجاء على طريقتهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فإذن القرآن الكريم جاء بالإصطلاحات العربية وهذه إصطلاحات شائعة في اللغة العربية وأما من يزعم أنه لا يوجد في القرآن مجاز لكي يحمل هذه الآيات التي هي في الصفات على المعنى الحقيقي فهذا لا يفقه من اللغة العربية شيئا ولا يصدق الآيات التي تقول بلسان عربي مبين ولسان العرب مليء بالمجازات والله سبحانه وتعالى استعمى النفس أسلوب العرب في الكلام فإذن مثلا إذا لا نقول في القرآن مجازات كثير من الآيات القرآنية سوف لا يكون لها معنى بناء على هذا الرأي مثلا واسأل القرية القرية هي جد جدران اسأل القرية يعني اسأل الجدران أو لا بد من تقدير شيء أنه اسأل أهل القرية هذا مجاز بالتقدير وهكذا آيات كثيرة من القرآن الكريم مثلا من أوصاف القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هل القرآن يدان القرآن مثلا إلى يدان لا يأتيه الباطل من بين يديه لا هذا اصطلاح مجازي يعني الباطل لا من أمامه ولا من خلفه يأتيه يعني من أي جهة من الجهات لا منفذ للباطل إلى القرآن الكريم وإلا لو كنا على نفس هذا الأسلوب الظاهري لقلنا إن للقرآن يدان وهذا كلام بديهي البطلان على كل حال فإذن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات الكريمة أنه ليس قابلا للرؤية لأنه أجل وأسمى وأرفع من أن يرى وقد ذكرنا في حلقة ماضية أنه إضافة إلى هذا الدليل النقلي يوجد دليل عقلي لكن هذا الرجل أبو قر كان محدثا وهؤلاء لا يعترفون بدليل العقل العام ليس من أدلتهم العقل ولا يعترفون بالدليل العقلي ولذلك الإمام عليه الصلاة والسلام اقتصر بالأدلة النقلية وهناك أحاديث أخرى ستأتي إن شاء الله الأئمة عليهم الصلاة والسلام ذكروا الأدلة العقلية لهذا الأمر بأن الله سبحانه وتعالى أجل وأسمى من أن يرى فالإمام هنا يقول في رد هذه الرواية المكذوبة التي نقلها أبو قر أن الرسول محمدا صلى الله عليه وآله رأى ربه الإمام الرضا يقول فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين الثقلين يعني الإنس والجن والثقلين القرآن وأهل البيت فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس هذا بيان للثقلين سنفرغ لكم أيها الثقلان لا تدركه الأبصار هذه الآية الأولى ولا يحيطون به علما هذه الآية الثانية ليس كمثله شيء هذه الآية الثالثة أليس محمد صلى الله عليه وآله هو الذي بلغ هذه الآيات عن الله سبحانه وتعالى قال بلى أبو قر قال نعم الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي بلغ هذه الآيات قال كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول هذه الآيات يبلغها عن الله ثم يقول أنا رأيته يناقض نفسه بنفسه هل يعقل أن الرسول المعصوم في كل شيء لا أقل المعصوم في تبليغ القرآن وتبليغ الأحكام هذا يقبله جميع العامة أيضا لا خلافة بين المسلمين في أن الرسول معصوم في التبليغ ومعصوم في الآيات القرآنية وفي الواحي وإن كنا نعتقد وهو الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله معصوم في كل شيء حتى في أموره العادية زين هل يعقل أنه يبلغ عن الله هذه الأمور ثم يأتي ويدعي أنا قد رأيته يناقض نفسه بنفسه أنا رأيته بعيني مع أنه بلغ عن الله لا تدركه الأبصار وأحضت به علما لأن الرؤية بالبصر هي إحاطة علمية بالشيء وهو الذي قد بلغ عن الله ولا يحيطون به علما وهو على صورة البشر لأن المجسمة يقولون إن الله هكذا مع أنه هو الذي بلغ ليس كمثله شيء ثم هنا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يخاطب أبا قرة بكلام شديد لماذا؟ لأن كلام هؤلاء هو تعدي على الذات الربوبية هذا هدك للحرمات ولو أن الله سبحانه وتعالى لا يتضرر بكفرهم وإلحادهم وبيانهم الباطل لكن من يتعدى على الله سبحانه وتعالى هذا إنسان ينبغي أن يجابه بكلام شديد لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول أما تستحون ترون هذه الروايات المكذوبة وتعتقدون بها الزنادق الذين حاولوا أن يجدوا تناقضا في القرآن الكريم لم يتمكنوا من وجدان تناقض في القرآن الكريم إطلاقا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا القرآن الكريم نزل في 23 سنة وفي حالات مختلفة وفي ظروف مختلفة وهناك قضايا ذكرت في القرآن مرات متعددة مثلا قصة موسى قصة آدم بعض الأحكام ذكرت مرات متعددة فمن الطبيعي لو كان من عند غير الله لكان فيه تناقض وليس كذلك لا يوجد في القرآن تناقض والزنادق حاولوا أن يجمعوا وأن يؤلفوا في تناقضات القرآن من يوم نزول القرآن إلى يومنا هذا لم يتمكنوا من ذلك ولكن أنتم المجسمة تأتون وتجعلون هناك تناقض في القرآن الكريم لن تراني ولن لنفي التأبيد ثم تقولون أن إلى ربها ناظرة بمعنى النظر بالبصر وليس بمعنى انتظار رحمة الله سبحانه وتعالى يعني تفسرون القرآن بطريقة تجعلونه متناقضا يعني نحن لو جئنا بهاتين الآيتين الآية الأولى لن تراني الآية الأخرى لا تدركه الأبصار والآيات الأخرى التي استشهد بها الإمام عليه الصلاة والسلام ثم نأتي بآية أخرى وهي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إذا فسرنا إلى ربها ناظرة بمعنى الرؤية صار تناقض في القرآن وهو لا يوجد هذا التناقض وإنما التفسير الخاطئ هو الذي أوجد التناقض إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها منتظرة إذا فسرتها بالتفسير الصحيح وأرجعتها إلى الآيات المحكمة لا يوجد تناقض لذا الإمام يقول أما تستحون ما قدرت الزنادق أن ترميه بهذا يعني بهذا التناقض أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر يقول أن الله قال لا تدركه لا بصار لكن أنا رأيته أنا أدركته ببصري فهنا الإمام عليه الصلاة والسلام يبين الأدلة القرآنية على عدم إمكان الرؤية ولهذا الحديث تتم نترك هذه التتم إلى حلقة قادمة لأن أبا قرة أيضا يأتي ويستشكل ويجادل فالإمام عليه الصلاة والسلام يدفع الإشكال أيضا بأدلة قرآنية هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر